شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآرائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد في برنامجكم سبيل الهدى حيث ما زلنا معكم مستمرين في هذه السلسلة الرمضانية التي نتناول فيها أسئلتكم الفقهية بخصوص الشهر الفضيل ويسعدنا ويشرفنا أن نستقبل آرائكم واستفساراتكم على عبر الهاتف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق البريد الإلكتروني والواتس أب على الأرقام والعناوين التي ستظهر على الشاشة تباعا ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين كلا من الأستاذ وسيم أحمد فضل من الجامعة الإسلامية الأحمدية والأستاذ عبد المجيد عامر من المكتب العربي في الجماعة الإسلامية الأحمدية وكذلك إن شاء الله تعالى أعزائي المشاهدين سيكون معنا الدكتور وسام البراقي من كندا كي نستكمل الحديث فيما يتعلق بالمواضيع الطبية التي تخص رمضان المبارك واسمحوا لي أولا أن أبدأ مع الأستاذ عبد المجيد عامر حيث وصلنا أستاذ عبد المجيد سؤال من المغرب من الأخ حسن الخليفي يقول هل يعتبر الإرهاق وضعف القوة من أسباب الإفطار كالمرض أو السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم من حيث المبدأ الإرهاق وضعف ليسى عذرا للإفطار لأنه عندما يتحمل الإنسان الجو والأتش لوجه الله تعالى لابدان يشور بشع من الإرهاق وضعف أيضا وهذه تدهية يقوم بها الإنسان جو قدمها الإنسان لباد الله تعالى لنهل رضا هو أما إذا كان الإرهاق وضعف قد بلغ مبلغ المرض فكانك أصبحت ضعيفا جدا وتشعر كانك سوف يغم عليك بسبب هذا الإرهاق والضعف فهذا عمر آخر هذا يدخل في المرض ففي هذه الحالة يجب أن تفترد كنت سائما وتأخذ الدعا وتستشير الطبيب فأما بشكل عام الضوف والإرهاق هذا جزء من التدهية ومن الأسان بشكل عام لأن الحكمة برا هذا الضوف والإرهاق هو لیکن نشر بضوف والإرهاق للمساکین والفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بالقاد فهذه الحكمة إذا لم نشر بشيء فكيف نشر بمعانات هؤلاء المساکین والفقراء؟ فسیدنا مسیح محمد صلی اللہ علیہ السلام يقول مِنَّ مِنْ عَادَتِي وَانَا أَكْرَوْ جُمْلَةً من قلامه إِنَّ مِنْ عَادَتِي أَنِّي لَا أَتْرُكُ سَوْمِ إِلَّا إِذَا كَانَةِ حَالَةِ صحیحة صحیحة جدا لدرجة لا تتاق وَإِنَّ تَبْئِي لَا يَاقْبُلْ تَرْكَ سَوْمِ إِطْلَاكًا إِنَّهَا أَيَّامٌ مُبَارَكَ وَهِيَا أَيَّامٌ نُضُولِ افضل اللہ تعالی ورحمته هذا هو المبدأ لهذا الغرض نسوم و لهذا الغرض نقوم بالعبادات الأخرى في أيام رمضان فهذه أيام مباركة يجب أن نستفيد منها ببذل أكثر جهد ممكن و لسبب بسيط بسبب إرحاق بسيط أو بسبب زوف بسيط يجب أن لا نفتر طيب أبقى معك سيد عبد المجيد لحيث وصلنا سؤال من يوسف تقول فيه هل التقيق يفطر نفس الشيء تقريبا الجواب بشكل عام كمبدأ القائل لا يفطر وهذا قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول أن نبي هررات رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه والقائل فليس على هكذا يعني لا يقضي سومه يعني السوم بسبب القائل لا يفسد لا يحدث به شيء ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استرقاء عمدا فليكضي في هذا بشكل عام الكائل لا يفطر وكما قلت من قبل إذا بلغ الأمر إلى حد المرض إذا كان الكائل شديدا جدا وأرهاق كثيرا جدا فهذا أيضا يدخل في المرض نفس القضية التي كنت في جواب السؤال السابق بارك الله فيكم طيب أنتخل إليك ساج وسيم وصلنا سؤال من يمنا من فرنسا يتقول في كل الدول العربية تشرع الفتيات في الصيام إذا جاءهن الحيض الذي يعني أنهن دخلنا في مرحلة البلوغ ولا يهم العمر فهناك منطحيط في سن العاشرة الحادي عشرة وبهذا يكون وجب عليها الصيام من أين جاءت هذه العادة؟ شكرا لك أخ محمد لا شك أن البلوغ إلى السن معين يعتبر من كواعد ومن شروط وجوب الصيام ولكن لا نعتمد فقط على هذا الشيء الواحد لأنه كما ذكر في سؤال الوارد بأن هناك منطحيط في العاشرة من عمرها فهذا كد يكون بسبب التغيرات في الهرمونات واللغذية التي تستخدم في هذا الزمن فكد أوصلة يعني الإنسان يبلغ إلى هذه المرحلة مرحلة البلوغ وهذه العلامة التي تظهر كالحيد وتظهر مبكرا في السن ناخذ من القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فنحن سننظر هل بإمكانها وببصعها إذا كانت هي صبية أو صبية هل كان ببصعهم أي يصوم في هذا السن وهذا لا يؤثر فيهم صلبيا لأن هذه المرحلة من عمرهم مرحلة النموع ويدخرون من طاقتهم ذخيرة وكميات لحياتهم المستقبلية وإذا بدأوا يصومون فقط بناء بأن ظهر الحيد منهن فهذا يؤثر في تربيتهم ونموهم جسديا ويؤثر صلبيا فيهم فبحاجة إلى ينظر هل هي بصحة جيدة ويمكنها أن تتحمل بدون أي مشقة بالغة في نفسها إذا هي تحملت ويجوز لها أن تصوم ولكن هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر فلا نحن لا نعطي فتوى بشكل عام كل من وصل إلى هذه المرحلة من العمر فلا بد عليه أن يصوم فممكن هناك من يتحمل من الأطفال والأولاد صحته جيدة ولا يؤثر فيه عندما وصل إلى هذه المرحلة ولكن لو كان هو ضعيف في البنية الصحية فليس عليه الصيام من هذا المنطلق هي تسأل أيضا هل كانت الفتيات يصمنا في سن صغيرة في بداية الإسلام حسب ما كرأت من الحديث والآثار لم أطلع على أي حديث ذكر فيه بأن هناك كان الفتيات يصمنا في سن صغيرة في بداية الإسلام طيب أبقى معك أستاذ وسيم حيث وصلنا سؤال من الأخ رشيد من المغرب يقول فيه هل هناك فرق في الأجر بين الصائم العامل وغير العامل هذا الفرق لم يرد في أي من القرآن الكريم ولا في الحديث بشكل هناك فرق الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك صائم وهو يعمل ويتكبد الصعوبات فيحصل على أجر زيادة من غيره فهذا الشيء لم يرد في الحديث والنصوص بل هناك حديث يقول بأن كان الناس يعملون في بناية مسجد فالذين كانوا لا يصومون فهم انشغلوا بعملهم وصاهموا في عمل بناية المسجد بشكل أفضل من بنسبة الصائمين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون بالأجر فهو هنا لم يقدم الصائمين على غير الصائمين ولكن لا شك إذا صام أحد وهو يكمل ما يجب عليه من عماله فهو يكمل شععين فقد يحصل على أجر والصواب زيادة من الله تعالى ولكن هذا الأمر يبقى معمال الله سبحانه وتعالى فنحن لا يمكننا أن نفتي لأحد بأن هذا يحصل على زيادة وهذا على أكل منه نعم بارك الله فيكم طيب أستاذ عبد المجيد وصلنا سؤال من الأخت نور الهدى تقول فيه عندي مبلغ من المال وضعته في البنك وأقولت لهم أريد وضعه في الحساب الجاري وبدون فوائد وبعدها لم أراجعه والآن اخبروني يجب أن أحدث الحساب فلما راجعت المصرف أخبروني بأن هناك فوائد بحدود 2 مليون عن كل سنة فدهلت ولم أعرف كيف أتخلص منها فما العمل هي وضعت النقود في البنك ولم ترد الفوائد ولكن البنك أعطاها الفوائد وهذه الفوائد هي ربع على كل حال سواء هي كانت تريد أم لم ترد لذلك لا يمكن لها أن يستحلقها بنفسها على نفسها وعلى سبيل الوحيد لحاظا لإستخدام هذه النقود هو أن تدفى هذه النقود لسندوق نشر الإسلام هذا هو فتفى سيدنا مسيح من الله الصلاة والسلام بأنه أفتا بأن مثل هذه الأرباح أو هذه الفوائد يجب أن تنفق لنشر الإسلام فهي تستطيع أن تدفى هذه النقود للجماع المحلية عندها في بلدها ما شرح بأن هذه صفت و هذه النقود منينة جات ولأي غرضا هي تدفى فهذا هو الأمر الظهي طيب أعود إليك أستاذ وسيم ما هو حكم الصوم في المرض قال الله سبحانه وتعال فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان منكم مريدا أو لا سفر فعدة من أيام أخر فمن هذا المنطلق ومن هذا المبدأ الذي هو مريد بعرف هو يرى نفسه وعند باكي الناس ما يعتبر من المرض فإذا كان في حالة المرض فلا يصوم هذا الحكم العام عن المرض ولكن يمكن أن نبحث في هذا الموضوع ونرى لأن الأمراض تختلف من مرض إلى مرض هناك بعض الأمراض التي تؤثر سلبيا إذا أصوام أحد وهناك بعض الأمراض إذا أصوام أحد فهذا يعين على استعادة الصحة هذا الصوم كيف نعرف عن هذا الشيء؟ هل هذا هو مريد؟ هذا المرض يمنعه من الصوم إذا أصوام أحد الأمر في هذه الحالة فهذا الصوم سيفيده في صحته هذا إما عن التجربة شخصية وهو عدر عن صحته كيف تكون حالته إذا أصوام خلال هذا الشيء وإما بإخبار الطبيب يزوره عادة يمكن أن يذهب إلى أي طبيب ويشرع له حالته ويسأله حل يمكن لأنا سوم وإذا سومت حل علي أي ضرر أو اضرار من الصوم سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام هو أيضا يعني نأخذ من أصواته هو ركض وحرصنا وحردنا على أن لا نترك صيام إلى أقصى حد ما يمكن ولكن هو أيضا قال الذي هو يسوم في حالة المرض فهو يعتبر كانه يعص الله وهو يريد أن يرضي ربه بقوته إذا كان مريضا حقيقيا هذا عمر واضح لا يسوم ولكن إذا حالته والمرضية تختلف وإذا سامى مثلا قال سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام هو عنه بنفسه قال يعني كان لديه حما فأسأله أحد من أصحابه هل لك تفتر؟ قد يفيدك هذا؟ قال بل إذا سمت فهذا يعينني ويساعدني في حالة الصحية فهو قال هذا كل واحد هو يعرف وعدر بحالته هو ينظر في أمره إذا اجاز له الصحة فيسوم ويجاز له ويخشى وهناك من هو ليس مريض ولكن يعرف إذا سامى فهو يعود إليه مرضه فهو عايدا يعتبر في حكم المريض فلا يسون طبعا بارك الله فيكم نعم تفضل صاحب نجید نقطة بسيطة إضافة للماتفضل به أخلاق بسيط ليكن معلوما أن سيدنا مسيح مضل الله صلاة والسلام كما تفضل سامى في مرض بسيط هو كان طبيبا حادقا أيضا بنفسه فهو كان عدرا بكفية المرض و بكفية صحته فهو يعني كطبيب كان يعرف بأن هذا المرض البسيط لن يضر بسيطة شيئا وإنما هذا المرض سوف يحسن صحته لذلك أسام والحكم الآن كما تفضل الأستاذ هو أن المريض لا يسوم بارك الله فيكم طيب ننتقل معنا الآن الدكتور ويسام البراقي من كندا دكتور ويسام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيك دكتور لو نتكلم عن ما هي الأمراض التي لا تمنع الصوم نعم الحقيقة لا يمكن وابع قائمة بتلك الأمراض وما ينطبق على مريض قد لا ينطبق على آخر وإن كان مصابين بالمرض نفسه وحتى تطور المرض عند المريض نفسه قد يكون مختلفا مع مورور الزمن فقد يتمكن من الصوم في مرحلة من أموره ولا يتمكن من الصوم في مرحلة أخرى فكل حالة يجب أن تدرس على حدا فهناك أمراض لا تتفاقم بالصوم أو قد تتحسن بالصوم كما بيّنت بعض الدراسات التي ذكرناها في الحلقة السابقة مثل الربو وأمراض الجلد وارتفاع الضغط الشرياني والسكر من النمط الثاني غير المعتمد للإنسولين على سبيل المثال للحصر لذلك نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات فإذا قال الطبيب أن الصوم لا يضر بصحة المريض ولا يفاقم مرضه فليصم وإلا فعليه أن يأخذ بالرخصة كما ذكر الإخوة حتى لو كان الطبيب غير مسلم؟ لا ضايرة في ذلك إذا كان الطبيب غير مسلم ولا يعرف ما هو الصيام فنشرح له كيفية صومنا حتى يتمكن من الإشارة علينا أو يمكن أن يتخذ لنفسه طبيبا مسلما أو يستشير الأطباء المسلمين وهم بفضل الله كثر في الدول الغربية أيضا أردت أيضا تعليق فقط على نقطة البلوغ والحيض الحقيقة البلوغ ليس نقطة محددة في الزمن أي حدوث الحيض فقط بل هي مرحلة تمتد على أشهر والسنوات وتنتهي بتمام البلوغ وبدء البلوغ لا يعني تمام النمو أي الأطفال قد يصلون إلى مرحلة البلوغ لكن النمو لا يكون مستمرا بعد ذلك ولذلك كنا أكدنا على عدم صومهم في مرحلة تطورهم والنمو نعم بارك الله فيكم دكتور طيب استاذ عبد المجيد أعود إليك هناك سؤال من المغرب أيضا الأخ حسن خليفي يقول هل يجوز أن تجمع الفدية حتى آخر يوم رمضان ثم تدفع جملة واحدة لشخص واحد أو شخصان فقط نعم يستطيع يدفع في البداية أو في الأيام الأخيرة هذه ليس المشكلة ولكن إذا كان قادراً فيفضل أن يدفع في البداية أو في مقتبل الأيام الشهر لأن هذا المبلغ إذا دفع سوف يذهب إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون الساعة المالية فا يستطيعون أن ينفقوا عليهم خلال الرمضان وفي يوم العيد ولكن المستحسن أن يدفع في البداية ولكن ليس مشكلة إذا دفع في النهاية فهذا مسموهن ليس مشكلة نعم ويستطيع أن يدفع لمن يشاء هذا أيضا مسموهن به يستطيع أن يدفع لمن يريد نعم طيب وردنا أيضا سؤال يقول في سائل شخص عنده جنسيتين ويصوم في بلده الأصل ويرغب في دفع فدية صيام عن والدته وهي في زيارة ببلد آخر وليس لها مدخول به ويريد أيضا أن يدفع زكاة الفطر عنه وعن عائلته في أي بلد يدفع وهي يدفع في بلد يسكنه خاليا يعني يدفع إلى الجماعة وعلى من يشاء يستطيع أن ينفع إلى من يشاء هذا ليس مشكلة مسموهن به ويستطيع أن يدفع إلى قاربه أيضا فقد ورد في الحديث يعني هذا هو نوع من الصدق وأن الصدقات قد ورد في الحديث بأن الصدقات لا زل قرابة سنتان صدقات وصلة يعني له أجران الذي يدفع أو ينفق ولا أكاربه يأخذوا أجران من الله تعالى فالمصلة واضحة يستطيعا يدفع لمن يشاء طيب ساز وسيم أيضا وصلنا سؤال ما هي العشر الأواخر وما هي ليلة القدر خاصة نحن الآن في عشر الأواخر نعم العشر الأواخر معناه تبعا هو معلوم لدى الجميع بأن في شهر رمضان الأيام الأخيرة العشر من هذا الشهر لماذا نتكلم خصوصا ويصل عن هذه العشر الأواخر لأن ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجتهد ويعمل بعمال الخيرية ما لا يجتهد في غيره وهناك حديث عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره فيوجد هناك فرق في كيفية العبادات والأعمال الخيرية وأيضا هناك حديث آخر يقول إذا دخل العشر الأواخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم عحي الليلة هو كان يقوم بالليل ويصلي لفترة طويلة ولكن يظهر بأن عندما جاءت هذه الأيام العشر الأخيرة فهو كان يزيد في هذه المدة زمنية بالليل ويطفل فيها صلاته ففي الهاديث بأنه أحيى الليلة وعيكذا أهله وجده وشد المئزر فهو كان يجتهد خصوصا في هذه الأيام وجوز آخر سألت ما هي ليلة القادر لأن هنا أيضا بعض الناس يظنون هي ليلة السبعة وعشرين من رمضان أم هل هناك أيام أخر في العشر الأواخر لليلة القادر نعم ليلة القادر طبعا وهذا أيضا معروف أعتقد لدى جميع المسلمين حيث ورد في القرآن الكريم إنا نزلناه في ليلة القادر وما أدراك ما ليلة القادر ليلة القادر خير من ألف شهر فهذه ليلة ذات فضيلة كبيرة وأخبر عن نبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة وحث المسلمين وحردهم على أن يتحرر على فائدان الله وبركاته ورحمته في هذه الليلة وهناك أحاديث ممكن أقرأ عليكم بعد الأحاديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروح ليلة القادر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراء رؤياكم كتغواتت في سبع الأواخر فمن كان متحررحا فليتحرحا في السبع الأواخر وحذا الحدث متفق عليه في هذا الحدث ذكر عن الأيام السبع الأخيرة ولكن هناك بعد الحدث التي تتحدث عن العشر الأواخر فقال وحذا الحدث رؤية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان يجاور معناه كان يعتقف ويقول تحررح ليلة القادر في العشر الأواخر من رمضان وهناك أمر آخر ما سوئل في هذا السؤال ولكن أنا أذكر كيف يفيد الجميع وأعتقد كل مننا هو يرغب بحصول والذي يحصل ويتلع على ليلة القادر وهناك سؤال يترع نفسه إذا بحسن الحظ وبفضل الله تعالى وهو حصل على ليلة القادر فماذا يفعل وكيف يدوه؟ هذا السؤال الجميل سألت سيدتنا عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت لو رأيت ليلة القادر فكيف وماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفوظ تحب الأفوى فعفو عني هذا الدعاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو به في ليلة القادر بارك الله فيكم طيب أستاذ عبد المجيد وصلنا سؤال ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو أن يتكف المرء في الأيام الأشرة الأخيرة من رمضان في مسجد في المسجد الجامع نعم ولكن إذا لم يكن هناك مسجد الجامع في قرية ما فيستطيع الإنسان أن يختار مكانا في بيته أيضا وطبعا الإنسان يتكف في هذه الأيام من أجل العبادة وذكر الله تعالى وقد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتكف الأشرة الأواخر من رمضان يعني كان يجلس في المسجد ويابد الله تعالى يرقض أكثر من الأيام الأخيرة على العبادة وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمهات المؤمنين بأنهن أيضا كان يتكفنا في هذه الأيام فهذا هو الاعتكاف بإجاز فهناك سؤال آخر حل تستطيع المرأة؟ حل تستطيع المرأة؟ الوضع الطبعي هو أن تتكف في المسجد ولكن إذا كانت هناك مشكلة يعني لا يوجد مسجد في تلك القرية التي تسكنها فهي تستطيع كما قلتو أن تخصص مكانا في البت و تجلس ماك فالإنسان يستطيع أن يتكف في بيته أيضا ولكن الوضع الأفضل والطبيعي هو أن يتكف في المسجد في المسجد طيب أستاذ وسيم أيضا وردنا سؤال ما هي فضيلة صلاة التهجد في رمضان وأوقاتها وكم عدد ركعاتها؟ نعم فضيلة صلاة التهجد وارد في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتحجد به نعفلت لك عصا عن يباسك ربك مقام محمودة فهذا بشكل عام وعن رمضان نعرف بأن هذا الشهر الفضيل فهذا يزاد فيه في أجر العاملين فقال نبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أدى فريدتا في هذا الشهر فهذا كأنه أدى سبعين فريدتا في غير هذا الشهر ومن أدى نفلا وكام بالنوافل فكأنه كام بأداء الفرائد فسلاة التهجد في رمضان خصوصا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بارك الله فيكم طيب وبهذا أعزاء المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه السلسلة الرمضانية التي حاولنا فيها أن نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم طبعا شكرا لكل من أرسلنا أسئلة بهذا الخصوص وإن شاء الله سنحاول بعد شهر رمضان أن نعود لأسئلتكم كي نجيب عليها منهم الأستاذ رشيد من المغرب ويومنا من فرنسا أيضا أرسلت لنا ونور الهدى وأيضا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نودعكم ونقول لكم عيد فطر مبارك إن شاء الله لأننا سنلتقيكم بعد عيد الفطر المبارك فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمس الهدى طلعت لنا من مكة عين الندى نبعت لنا بحراء نختار آثار النبي وأمره نقف كتاب الله للآراء